نحن مباراة السينيقال الأكوادور أنت تحب السينيقال والسينيقال قدموا شوط أول كأنه هما فقط يلعبون كربا يعني كل الحالات اللي راح نشاهدها وهي الأخوان البين كنترول كل الكرات بالشوط الأول للفريق السينيقالي السينيقالي محتاج المباراة والأكوادور محتاجين حالة التعادل حتى يتأهل ولهذا لعبوه متعادلين من خسرة واحد صفر بالشوط الأول راحوا للشوط الثاني لعبوه كوريجومي إلى أن أتعادلوا ومن أتعادلوا أنت قمت من عندنا مصيبة بس أش قلت؟ دقيقتين ونص قلت أنا رايح وجايكم بس ما أقول أنت ورها زيان؟ فأنت ورها دقيقتين ونصت جيت دقيقتين شوك؟ لا مرحت وش قلت؟ قال راح يقولون السينيقال وقلولي قوله السينيقال وأنت جيت قلنا لي كيف أقوله السينيقال يعني هم توقع انطوهم كابتن انطوهم بس دقيقتين ونص هم عضوة اي المنتخب الأكوادوري منتخب بحجم الموند صحي ومنتخب يستحق يعني يستحق أن يمضي الدورتال ولكن هذه هي كرة القدم السينيقال يعني أي منهما اليوم لو رايح لهذه يستحق يستحق صحيح يا أستاذ حسين لكن المعطيات من اللي عنده دافع أكثر لفوت تشوف السينيقال عنده دافع أكثر رغم أنه لاعبينه على مستوى عالي جداً للمهارات الكنيقال عقدة التعادل هالنفسه أثرت على إيران؟ ألعب للتعادل؟ لا ممكن هو يجيك الدافع أكثر ما يلعب للتعادل بس الدافع الأقوى الدافع الأقوى لدى السينيقال لأنه محتاج ثلاث نقاط نعم مثل ما أمريكا الآن كل المعطيات هي بكرة القدم لا الفريق اللي يجعل التعادل تكون حضوظه أقل من تكون حضوظه اللي صاحب خيار واحد إنه غير الثلاث نقاط ولعبه أعتقد السينيقال الشوط الأول مثل ما قال أعتقد من أفضل من أرواح ما يكون حتى نسبة الاستحواذ كفيرة جداً بالنسبة للسينيقال كل التشكيك بالمنتخب الإنجليزي راح أدراج الرياح الآن تستقدم إنجلترا بثلاثة أهداف المنتخب الإيراني يحتاج إلى هدف ليوم ظل للدول لا يجب أن نفهم شيء والجمهوري يفهم شيء نعم هذه التشكيل الأخف ونرجع للمباراة سينيقال وكوادور نتكلم عن الفريق السينيقالي طبعاً الفريق السينيقالي عنده ثلاث لاعبين من أرواح ماينك اللي هو اللاعب رقم 13 وعدهم اللاعب إسماعيل سلر اللي يسوي البلاوي اليوم كأنه هو لاعب بوحدة بخط لجوم واللاعب البيضاني رقم 13 إليهان نداي لولا أنا باعتقادي يسوي كل شيء في كرة القدم بحيث مركز خطورة يعني خطورة الفريق خلال شوطية المباراة هؤلاء الثلاثة لاعبين جهة اليمين إيه لأنه للسينيقال يمكن أمن لأنه هو قراها صح قال لك أنا شوف يعني الكوادور اللي شاهدناهم أنا والكابتن نايم قد يكون يقدر يقول قول واحد ثاني ما يقدر يقول لأنه الفريق السينيقالي بالحالة الدفاعية وكل بالي اليوم سوى بلاه بخط الدفاع يعني حسبي هذا المدافع العملاق اللي قال لهم إذا قولتوا يفوز الفريق عرفوا أنا راح خلي قولتنا أقطع المي والكهرباء وبالنتيجة قد يكون رجل المباراة الأول كل بالي اليوم لأنه هو لأنه هو مدافع آخر لاعب وهو اللي يسجل هدف الفوز بالرغم وجود مهاجم هداف البطولة حدان فالانسيا أينير بالانسيا الأكوادوري الأكوادوري يعني رغم أنه وجوده وكل يعرف هداف البطولة لكن ما شفنا اليوم أبد حضور إلى داخل المباراة طبعا كابت الخلاف يعني أشر قال حسين إذا المنتخب الأكوادوري مضى للدور الثاني ففالانسيا راح تسل حضور في أن يكون هداف هو تدري يعني قبل ما تبدأ المباراة شنين تسالف عليه هو هذا إينير غالانسيا دي نقول هذا اللاعب ما يوقفه مكان بلو 18 خارج 18 وين أكو كرة خطرة تلقى هو موجود بالنتيجة من هاي بهذا السبب هو لازم يكون هداف